بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي أحبائي في الله في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة التي نتحدث فيها عن مرض السكر وكورونا الحقيقة حديث العصر الآن هو فيروس كورونا هنتكلم عن كورونا وبعد شوية هنقول معلومات مهمة جدا ولذلك أي حد بيشوفنا في الحلقة النهاردة ان شاء الله حيعلق حيشوف معلومات مهمة جدا وجديدة جدا عن كورونا بالذات أن الناس دلوقتي بقيت تقلق شوية علشان الموجة التانية من كورونا الأمر اللي حدى بصديقة وأستاذة محترمة غالية عليها جدا هي الأستاذ الدكتورة إناشة التوت حذرت جدا في أكثر من مرة من مرض كورونا وبالذات هذه الموجة الثانية وأنا عايز أقول إنه الموجة الثانية مش في مصر بس كل دول العالم اللي جاتها كورونا جاتها موجة ثانية من كورونا لأنه فيروس كورونا بيتحور بحب أفكركم بس إن أنا في انتظار اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام اللي موجودة على الشاشة أي أسئلة تتعلق بالسكر تتعلق بكورونا وبالذات كورونا أي حد عنده أي أسئلة تتعلق بكورونا يتفضل يتواصل معي على الرقم اللي موجود على الشاشة الآن وأنا إن شاء الله بإذن الله هجاوب على الأسئلة التي تتعلق بكورونا صدر لي كتابين عن كورونا أخبار اليوم نزلت الكتابين وتوزعوا يمكن في كل مصر فبالتالي الحمد لله في معلومات مهمة جدا هنحاول نقولها في هذه الحلقة عن كورونا العطسة والكحة العطسة والكحة ودي معلومة مهمة عايزين نقولها في الأول يا ترى العطسة أصعب في وش حد ولا الكحة حد عمد كورونا وكح في وشي ولا حد عمد كورونا وعطس في وشي العطسة مع كورونا بتوصل 8 متر بينما الكحة بتوصل 6 متر تعالى تاني نسمع المعلومة المهمة دي اللي بنبدأ بيها الحلقة طيب بنسمع المعلومة دي كويس قوي ونهضمها لو حد عطس في وش حد الرزاز بيصل إلى 8 متر بينما لو حد كح جنبك الكحة بيصل مدها إلى 6 متر النهاردة الحقيقة لو قلنا معلومة مهمة وقوية جدا وهي الزنجبيل فتعالوا نبروز كلمة زنجبيل الزنجبيل مهم جدا 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 في الوقاية من كورونا الأمر اللي خلى بعض الباحثين يقول أنه لو حد خد زنجبيل كل يوم كباية من الزنجبيل قادرة وكافية إنها إما أن تمنع الإصابة بكورونا أصلا في الأساس بالذات لو زودنا عليها بعض الحاجات اللي حقولها دلوقتي ويريت يبقى معاك ورقة وقلم وتعالوا نقول إزاي نقوّل مناعة ضد كورونا يبقى هنقول وصفة مهمة إزاي نقوّل مناعة ضد كورونا بس عايزة أفكركوا تاني في أرقام على الشاشة تقدروا تتواصلوا وتتصلوا بيه على الهوى حالا دلوقتي على الرقم اللي موجود على الشاشة أي أسئلة تتعلق بكورونا حجاوبها معاكم إن شاء الله بنفكر تاني قلنا أول معلومة في الحلقة إنه العطسة بتوصل 8 متر لو حد عطس في وشك الرزاز بيمتد إلى 8 متر بينما الكحة العادية اللي هي مش عطسة بتصل إلى 6 متر المعلومة التانية الزنجبيل الزنجبيل رائع جدا الزنجبيل فيه البيتا كاروتين فيه فيتامين سي فيه فيتامين هي وحنقول النهاردة معلومة مهمة مين اللي ياخد فيتامين سي بحدود الدكتور لو شاف حالة فيها كورونا يدي فيتامين سي بحدود قد إيه معلومة جديدة بقولها لجملاء الأطباء وبقولها لأحبابي المتابعين والمشاهدين إزاي نحدد جرعة فيتامين سي فيتامين سي لمرضى كورونا أو حتى للشخص العادي إحنا عارفين إنه الحاجتين الرائعين جدا اللي العالم أثبتهم إنهم من الفيتامينات وبيقول مناع جدا ضد كورونا حاجتين بس اللي هم مسبت علميا تماما إنهم ضد كورونا وحاجة تالتة بقى حقولها برضو في الحلقة النهاردة إيه الحاجتين دول فيتامين سي والزينك فيتامين سي والزينك دول ثبت بما لا يدع مجل الشك إنهم بيقول مناعة ضد كورونا وحربنا ضد كورونا أصلا حرب مناعة حرب مناعة حد يجيله كورونا وحد ما يجيلوش ويبقوا وقفين جنب بعض ده مناعته كويسة وده مناعته وحشة طبعا الالتزام بالكمامة الالتزام بالتباعد الاجتماعي مهم جدا طيب يبقى قولنا المعلومة المهمة الزنجبيل الزنجبيل فيه كالسيام فيه بيتا كاروتين فيه زينك فيه فيتامين سي مش عايزة أقول لكم قد إيه قوي جدا في المناعة لكن الزنجبيل يظل فيه خطر ننبه له وفيه قيمة الناس اللي بتنزف أو عندها مشاكل في السيولة ما تقربش من الزنجبيل أو ما تكترش من الزنجبيل يبقى ما تاخدش كمية كتير ربع كباية ولا تمنى كباية كافية أخذ الفايدة بتاعت الزنجبيل وما كترش لو حد عنده مشكلة في السيولة بزيات مرضى الكبد يبقى بقول إنه زنجبيل رغم أهميته لكن الناس اللي عندها مشاكل في الدم أو في السيولة تاخد بالها جدا من النقطة دي طيب معلومة تانية مهمة جدا الزنجبيل بيحمي من حاجة اسمها العاصفة السيتوكنية وعلى فكرة العاصفة السيتوكنية تستحق أن أنا أتكلم عنها في حلقة وأنا أشرت إليها في الكتابين اللي أنا أقلفتهم عن كورونا في الكتابين قدتهم يعني قيمتهم لأن حالات الوفاء في الغالب لما تيجي في شباب بيبقى السبب العاصفة السيتوكنية إيه حكاية العاصفة السيتوكنية؟ إن شاء الله هنخلي لها وقت في الحلقة النهاردة ونتكلم عنها باستفادة إزاي؟ ليه الشباب أحياناً بيموت من كورونا؟ علماً بأن كورونا أصلاً خطر على كبار السن مش على الشباب وطبعاً مش خطر خالص على الأطفال وإنما بدرجة بسيطة جداً الأطفال في كورونا ناقلين للعدوى ولكن مش مصابين أو بالعدوى ده ما يمنعش إنه في حالة توفت في ولاية كاليفورنيا وسجلت بهذا لكن المطلق أو الأعام إنه الأطفال بينقلوا للكبار كورونا لكن ما بيتأثروش أو بكورونا طيب معنا اتصال هاتفي ونرجع نكمل السلام عليكم أخت أسماء الحمد لله أخت أسماء بتتكلم من من؟ بتتكلم من سيك تفضلي يا فندم أهلاً وسهلاً نسألي تفضلي والله يا دكتور أنا كنت بعمل ريجيم وكده وباخد الأعساب اللي حضرتك قلت عليها ليه الجنزابيل تمام بس بقى مع قطر الأعساب وكده يا دكتور بعدتين اللي بجاني السفرة فقالولي لا أحاول تخطي من الأعساب شوية فأنا بقيت أخذت أشرف الحلبة والنعناع والجنزابيل واليه طيب هم قالولك السفرة أستأذنك قالولك السفرة حذروك ولا فعلاً لقيت السفرة عالية وعملت تحليل دم عملت تحليل دم لقيتها بسيطة خارص خارص يا دكتور بسيطة طلعة كام لا ما فيش بسيطة خالص احنا دلوقتي بنتكلم في قناة الصحة والجمال بنتكلم في علم ويعني بنتكلم بأرقام طلعت كام السفرة احنا عندنا السفرة الكلية والسفرة المباشرة وغير المباشرة وحشرح لك الفرق بين التلاتة عندك فكرة السفرة طلعت كام يا أختي يا الأول كتعاني دلوقتي راح أتخارص دلوقتي بيتعالي من واحد يا دكتور تمام تمام دلوقتي خايف أشرب المشروبات دي برضو ده إلا أنا عايز أخصه وجسم واقف حاضر أنا هجاوبك على كل ده بس حاولي تتابع حلقات الدكتور حسين الشورى على قناة الصحة والجمال وإحنا إن شاء الله بإذن الله هنبقى عاملين برنامج غالبا مش عارفين هيبقى 11 بالليل أو 12 بالليل لسه بنزبط المعاد بتاعه ده هيبقى ثابت إن شاء الله وعلى فكرة أنا بقول لسادة المشاهدين اللي بيسمعوني دلوقتي البرنامج ده هيبقى كل اللي عنده مشكلة على الهوى على طول مش هنقول للناس تعالوا كشفوا في العيادة احنا هنقول لهم الأدوية هنقول لهم العلاج هنقول لهم ياخدوا إيه وما ياخدوش إيه دون التطرق خالص إلى إنهم يروحوا عيادة الدكتور مش هتحتاجوا دكتور بإذن الله تعالى أنا أخوكم في الله معكم على الشاشة هنتكلم ونعالج بإذن الله تعالى وننصح الناس حتى في غير تخصصنا فإسمعين إن شاء الله يا أخت أسماء وحنعمل حلقات برضو فيها معلومات مهمة عن التخسيص فيها معلومات مهمة عن التخسيص طيب نرجع تاني لموضوعنا نجاوب على أختنا أسماء فكرة إنه الصفرة كانت عالية أو لأ من بعض الحاجات طبعا هي الصفرة مش هتعلم من الحاجات دي غير لو الكبد تأثر بمجموعة من الأحشاب طبعا المشكلة إنه الناس اللي بتخص أنا جاني العيادة بعض الناس خلطوا 17 عشب على بعض 17 عشب من عطار طبعا هو مش فاهم الدنيا عاملة إيه فالكبد تأثر وبالتالي الصفرة عالية وبالتالي جه الموضوع ده من المشكلة دي لكن الحقيقة إنها لو تبعت مع دكتور كويس ما اعتقدش إن احنا هنوصل كنا للمشكلة اللي بتقولها طيب معي يا الله الأستاذ علي من إنا السلام عليكم أستاذ علي السلام ورحمة الله سي بيكتور ازاك يا أستاذ علي تفضل يا اخوية الله يخلي بعرف يا دكتو كنت عايز عرف qu declقوة مناحة الأكورونا ايه اللي ممكن اعمل ويه المشروبات السخنة اللي ممكن اشربها في الشتاء حاضر يا حبيبي هقولك دي حاجة معلش شو بيه سؤال تاني برضو عيوني اذا اظهرت فوارة بتاع الحموضة هل لي اصار جانبية اه طبعا هقولك حاضر انت منين من انا معلش بيه سؤال تاني برضو معلش طب سؤال تالي انا عندي انتفاخ على طول فالقولون من فوق فوق اعلى البطن من فوق وعندي اتجاح في المريك بحرجان هجاوبك على كل ده انت منين من انا من جبلاء جبلاء احسن ناس طبعا انا يعني مركزي في لقصر وانا من انا فبالتالي انا بلديتك وحشلك في عناية طبعا عناية وسط علي ربنا يخليك ارصر ربنا يخليك سلام ربا للأستاذ علي بلديتي طبعا واهلا بي هنقول الحياة دلوقتي اكتر من نقطة انا بحب نسئنة ومن حقيقة يعني اتحمس لاهل بلدي بحب مصر كلها يعني لكن طبعا لازم ارحب بابن بلدي على الشاشة عشان احنا تعلمنا من كبرنا ان احنا نحترم اهلنا طيب هنقول الاول حاجة حاجة بخصوصه الاستاذ علي وانا طبعا وانا بكلم الاستاذ علي انا بكلمكم حضراتكم فبالتالي كلامي للاستاذ علي هو كلام ليكم تكلمنا عن الزنجبيل وقلنا ان الزنجبيل مهم جدا القرفة مهمة جدا القرفة كمال لمرضى السكر ياخدوها مطحونة ويرشوها على الاكل او يشربوها من غير سكر يبقى القرفة والزنجبيل وعلى فكرة في الصيدليات وبعض الاماكن في علبة فعلا مكتوب عليها قرفة وزنجبيل دي بتتباع في السوبر ماركت موجودة في اي حتة يبقى دي نفتكرنا لانها موجودة مع بعض قرفة وايه وزنجبيل ادي اول حاجة نقدر كمان نحطهم حتى عشان ما ندفعش فلوس اكتر من العطار بس نختار عطار كويس وبنحط نص معلقة قرفة نص معلقة زنجبيل نص معلقة كركم دول مهمين جدا 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 يبقى الكركم والزنجبيل والقرفة لتقوية المناعة وحط عليهم الحبة السوداء اللي ايه حبة البركة هقولهم تاني ربع معلقة حبة بركة نص معلقة كركم نص معلقة طبعا المعلقة الزغيرة الشاي مش المعلقة الكبيرة يبقى ربع معلقة حبة بركة نص معلقة زنجبيل نص معلقة قرفة نص معلقة كركم ممكن نحطهم على قلبة زبادي خالي من الدسم كده احنا تقريبا مع فص توم مهروس ويشترط عشان التوم يدي مناعة انه يبقى مهروس مهروس فص توم مهروس مع دول في قلبة زبادي انت كده الدنيا تزبطت خالص مع مراعاة الفلفل الرومي في كل وجبة لانه الزنك بوجود في الفلفل الرومي مش المسكر الفلفل الرومي غير المسكر اذا عرفت ان السكريات مش الحراء الرومي وحتى الرومي في نوعين مستورد اللي هو احمر اصفر اخضر مش ده الرومي اخو الحراء الرومي العادي لانه الثاني مسكر والسكريات بتقلل المناعة ارجوك لو بتحب ولادك ما تدقمش حاجة مسكرة الايام دي بالذات الفترة دي السكريات ضارة جدا بالمناعة اكتر حاجتين يقللوا المناعة جدا الخناءات والتوتر فاللي بتسمعني بلاش تتخانق مع جوزها واللي بيسمعني بلاش يتخانق مع امراته قللوا التوتر قللوا الضغط العصبي قللوا السكريات في الاكل ده رائع جدا جدا للمناعة كمان قللوا الملح لان احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا الفسيخ والرنجة بيهبط المناعة بدرجة مش هتتخيلوها حضرتكم يبقى زي ما قلنا اللي بيقول مناعة قلنا اللي بيوطي المناعة تعال نتكلم عن الارتجاع والارتجاع مهم جدا الارتجاع باختصار شديد يا جماعة يعني الحمودة اللي في المعدة تطلع لفوق فالواحد يحس ان فيه حاجة طلعة بتحرق وتنزل كده دي سمع الارتجاع وسمية ارتجاع المريء لانه المحتويات اللي في المعدة مش المفروض تطلع لفوق طلعت لفوق لما طلعت لفوق قلمتنا او تعبتنا او داتنا احساس مش طبيعي الحل الاولان في ده ان نرفع راسي على مخدتين وده مهم جدا لانه لو راسي عاملة كده هو اللي في المعدة مش حيطلع على المريء المريء احنا عارفين طوله كام خمسة وعشرين سنتي خمسة وعشرين سنتي منهم سنتي ونص بعد ما يخترق الحجاب الحاجة طيب حاجة تانية خلي معدتك فضية بتقول يا دكتور حسين اخليها فضية ازاي صلى على النبي اللهم صلى عليها دكتور حسين زيد النبي صلى اللهم صلى عليه مرة تانية يا دكتور حسين حضرتك لو عدت ثلاث ساعات بعد العشا ما اكلتش معدتك احتبرها فضية تماما اه في شوية بعض الحاجات لكن مش اكل فبالتالي احسن حاجتين يخففوا الارتجاع جدا جدا انك ترفع راسك على مخدتين الحاجة التانية انك تفصل بين العشا والنوم بتلاث ساعات الحاجة التالتة انه اخر وجبة عشا تبقى خفيفة علبة زبادي لكن مش دكارين بط مش دكارين بط يبقى لو العشا خفيف علبة زبادي سمرت فكهة الدنيا تتضبط تماما بعد كده فيه دواء اسمه دوكسي رزول دوكسي رزول بيساعد اوي 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 الحقيقة في الموضوع ده زي ما حكينا ان احنا الفترة الجاية ان شاء الله حنعمل على قناة الصحة والجمال فقرة تسمى رشدة على الهوى اي حد حاجة احباء انا حوصف له العلاج هنا مجانا في الفقرة دي وانا واسق ان احنا هنكون وقفين جنبكم وحنقول لبعض انه فيه فعلا فقرة اسمها رشدة على الهوى هنحاول ان شاء الله ان احنا نساعدكم بيها اولا معلومات طبية اتنين نصائح كل ولا تأكل اشرب ولا تشرب افعل ولا تفعل قل ولا تقل زي ما كانت زمان في الراديو كلها معلومات صحية هتهمكم طيب معايا الاساس مجدي لكن هنكمل بعد الاساس مجدي في معلومة مهمة فيما يتعلق بارتجاع المري اساس مجدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتتكلم من اين يا اساس مجدي من بانسويف والله بانسويف حبيبنا واحسن ناس معاكم دكتور حسين الشورى تفضل اسأل حبيبي الله يخليك بقول له حضرتك ايه نعم انا دلوقتي حاولت ان انا اضبط السكر في عندي اكتر من عشرين دكتور طب ممكن ممكن نمرة واحد وعشرين هو اللي ينجح انا نمرة واحد وعشرين وبفضل الله حزبط لك السكر يا مساهل يا رب انا بيجي لي ناس من الكويت والسعودية والله يزبطوا السكر ويرجعوا بلادهم تاني والله يا دكتور بعد مداني انسولين اردعين واحدة الصبح وقال لي ما تاخدش غيرها وصدفاش مع كل وقبة نهاية كل وقبة باخد ده واجأ ايس السكر على ايس 350 هو اولا اللي حضرتك بتقوله ده كلام مش صح خالص ومع احترام له الدكتور اللي قاله طبعا على فكر انا بيحترم كل زميلي لكن مش ده خالص اللي يزبط السكر اربعين واحدة وصدفاج مش دول اللي يزبطوا السكر خالص 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 ده نظام محكوم عليه بالفشل من الاول يعني مجرد ما قلتلي قال لأربعين واحدة وصدفاج بعد كل وقبة ولا ايه اللي حضرك قلته كلام ده مش صح خالص خالص وما اعتقدش اي دكتور فاهم سكر على فكر انا ليه على اليوتيوب حلقات كتيرة جدا صدقني اللي يكتب على اليوتيوب دكتور حسين الشورى بس على اليوتيوب دكتور حسين الشورى ويسمع فيديوهات السكر والله ما تحتاج تروح لدكتور سكر ولنا ولنا انا حجاوبك ان شاء الله دلوقتي حاضر ان شاء الله حجاوبك انا حاجتي 65 سنة 65 ربنا يديك الصحة ربنا يديك الصحة وطلط العمر بس انت وعلى هاوة اقولك نص لامونة او خمس نقط خل على كل طبق قدامك مهم جدا القرفة يا تشربها من غير سكر بعد الاكل لانها بتساعد جدا جدا ان الانسولين يتنشط وان السكر ينزل يبقى القرفة واللمون او الخل طبعا دول دورهم حاجة بسيطة مش ده اللي حيزبط سكرك اللي حيزبط سكرك الانسولين معاي يا اخوية بس مش اللي انت اقولته اللي انا هقوله لك دلوقت نص لامونة او ايه يا دكتور نص لامونة او خمس نقط خل الخل واللمون بيخفض السكر جدا 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 ومعاء الارفا لا دا او دا يا دا يا دا يا نص لامونة على كل طبق قدامك يا خمس نقط خل على الطبق اللي قدامك وتأكله الطبق كله كله عشان تستفيد بالخمس نقط خل او بنص اللامونة مع الارفا بس اوعى 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 تقول الدكتور حسين الشورى قال لي سكرك حيتزبط بالقرفة او بالخلة او باللمون خالص الدكتور حسين الشورى ما قالش كده قال ده حيساعد عمرنا ما قلنا ان الاحشاب لوحدها تعالج خالص لكنها تساعد قوي تساعد قوي لانه في حاجات تانية بتوحش قوي فدي بتحسن قوي ويظل العلاج هو الاساس هو الاساس هو الاساس طيب اتمنى زمائلي في الكنترول لو فيه فرصة يبدو رقمي لله الساس علي اللي من بني سويف الساس ماجدي ياريت يكلمنا تاني على الرقم ده وهيبدو رقم ان شاء الله في الكنترول علشان برضو ازبط له السكر تماما ان شاء الله عايز اقول حاجة بس ارجوكو مرة واحدة انسولين في اليوم عمرها ما زبطت سكر خالص هي مرة واحدة تزبط سكر في حاجة واحدة بس حاجة اسمها الانسولين اللانتوس او السولوستار او اي انسولين طويل المفعول مش قصير المفعول ولا متوسط المفعول وده بيتخذ قبل النوم مرة واحدة ويظبط اللي عريه يبقى العيان اللي الانسولين يظبطه تماما هو عيان سكره كويس قوي ما عاده عريه تاني البعلومة دي مهمة السكر عند مريض السكر امتى يتزبط ويبقى ايه وانه والارقام حلوة وانا مديله مرة واحدة انسولين في اليوم ده يحصل مع عيان واحد بس اللي كله سكره طول اليوم كويس معده الصايم يصحى الصبح يلاقي السكر الدنيا مشعللة يصحى الصبح عريه ومكلش حاجة يلاقي سكره اعلى من بعد الاكل بساعتين اللي هو العيانين يقولوا هالي ازاي بقى يقولوا يا دكتور حسين الشورى اقول لهم نعم يقولولي انا الصايم اعلى من الفاطر ازاي تاني الصايم اعلى من الفاطر في السكر ازاي يا دكتور حسين بصحة الصبح هلاقي سكري عالي جدا بعد ما افطر بساعتن نطلقي عالي بس مش العلو بتاع عريه وبعد الغدب ساعتن نطلقي عالي بس مش العلو بتاع ايه عري يبقى العيان ده عشان ازبطلو سكره عريه بدولو نوع واحد قبل النوب مش قبل العشاء قبل النوب يتضبط السكر تماما يبقى العيان الوحيد عشان كده لو استاذ مجدي بتاع بانس ويف دلوقتي مش من المجموعة دي بفكركم تاني تواصلوا معايا على الرقم اللي موجود على الشاشة معكم الدكتور حسين الشورى هجاوبلكو على اي اسئلة تتعلق بالمادة بالقولون بالمرارة بالكبد بالسكر واخيرا كورونا مع كورونا هنقول كل المعلومات ان شاء الله النهاردة يبقى حكينا عن حاجة قبل الاتصال وهي ايه مهم الدكتور حسين الشورى قال هقوله وما قالوش مع ارتجاع المريء طيب معايا لستاذة نورة وبعدين نقول السلام عليكم استاذة نورة معاك الدكتور حسين الشورى يا اختي اتفضلي اهلا لستهلا انا حضرتك منور الشاشة ومنور الدنيا ربنا يخلي حضرتك يا اخت نورة بتكلم منين من البحيرة من البحيرة اهلا وسهلا اتفضلي اهلا لحضرتك دكتور يا خلي يا دكتور انا كان وزني سقيل يا دكتور كان وزني يعني مية وستين او مية وخمسين كيلو فطبعا عملت عملية اتنين المعدة ونازلت لحد مية كيلو فوزني يا دكتور جي عند المدهل هو وقف ففي حد وفق لي بتسني السكر اللي هو سيدوفاز وقال لي اختي بتسني السكر ده وانا ما عندش سكر وان شاء الله هتخذتي مع السيدوفاز ده خدت يا دكتور اللي مدد كان سهر وما نزليش برضه مش هينزلك يا بابا مش هينزلك مش هينزلك مش هينزلك لان هو ما فاهمتش سؤال الثاني بالنسبة للقهوة الخضرة انا معي عندي قهوة خضرة جدا بس انا مستفى استعملها ازاي عمسان تنزل الوزن وانا دخلع عميت حقن مدهاري فهما طبعا عايزين الوزنين جدوا كده طيب انا بس عايز اسألك يا ترى الدورة منتظمة يا اختي ولا مش منتظمة لا منتظمة يا دكتور منتظمة زي الساعة طيب جوز حضرتك الحيانات المنوية فوق العشرين مليون اربعين مليون يعني رقم بالمليونات ولا العدد قليل فيه عشان كده اتعملت الخيح مجهاري لا يا دكتور هو وعنده اي حاجة عند الحركة وتشغيلات وكل حاجة كويسة وعدد كويس خالص وانا ما عنديش اي حاجة خالص برضو غير اني بده ده خيسة شوية ده المشكلة وبالي عطى الثانين على حتة خيسة ما فيش تكايوسات في المبيض يا اختي لا يا دكتور كان فيه بس لما نزلت السكين كنه راح كان فيه وعشان كده قالولي خسسي عشان التكايوسات تتروح من العلمة بيض حاضر انا هجاوبك دلوقتي حاضر الف سلامة طبعا اختنا من البحيرة ربنا يا رب يحوض عليها ويرزقها بالخلفة الصالحة يا رب ان شاء الله هي وكل اللي زيها وكل اللي بيسمعوني دلوقتي على الهوى كل اللي عايز اقوله بس ان السيدوفاج خدعوك فقاله السيدوفاج مهم جدا لمرضى الدهون اللي على الكبد السيدوفاج مهم جدا جدا لمرضى السكر السيدوفاج مهم جدا للي مليانين وعايزين يخسوا بس مش زي ما احنا متخيلين او زي ما اختي اللي من البحيرة تخيلت الان السيدوفاج الانسان اصلا بيمر ببناء وهدم يعني ادخن او ارفع ابني جسمي او اهدمه فهو عامل هدم فهو مش سريع المفعول يعني ما تتخيلش هاخده في شهر اخيس خالص هو بيمنع ان الانسان يدخن في المستقبل هو والأرلستات وان كنت ان صح انها تستخدم مادة الأرلستات ويا رب بتكون سمعاني دلوقت اللي هي في السوق اسمها أرلي او كويك سلم تمام او ريتمي نورم او ريجي نورم ايا كان الاسم تمام الريجي نورم او الكويك سلم او الأرلي او الأرلستات ايا كان اسمها دي مادة بتسحب 30% من الدهون اللي حضرتك هتكليها في الوجبة التالية فبالتالي أدوية التخصيص دي كلها اللي بحكي عنها ما بتشلش الدهون السابقة بتشل الدهون التالية فبالتالي أي أكلة عشان كده بتلاحظي كل أكلة نازل زيوت على قاعدة الحمام لمؤاخزة وده اللي بتعمله هذه المادة وده كويس وخير وهائل تمام؟ الناس حب 30-40% من الزيوت أو الدهون اللي في الوجبة اللي أنا أكلتها ده كويس لأنه الفكرة كلها أن أنا ما أدخلش دهون تاني على الجسم فبالتالي أتخلص من القديمة لما اتحرك أكتر ما اكل هي الفكرة كلها كالت أد إيه تحركت أد إيه كالت أد إيه تحركت أد إيه لو كالت أكتر ما اتحركت خلاص أنا إيه؟ هتخن طب لو اتحركت أكتر ما أكلت حخص طب هم دول بس العاملين اللي دخلين في الموضوع لا في عامل الوراثة وفي عوامل أخرى تانية بس دول عاملين مهمين جدا يا أختي في الموضوع لدرجة أنه حضرك لو عرفتي أن الدهون اللي عند الرجالة في الكرش دي بتعمل حاجة اسمها مقاومة الإنسولين ودي اللي بتخلي عند بعض الرجالة وأحيانا الستات اللي جناب أنت بتلاحظ أن الرجل عنده جناب كده مقلبزة كده في جنابه طالع فضة كده على الجنبين ده جاي منين؟ من مقاومة الإنسولين وده علامة من علامات مقاومة الإنسولين لأنه الخلايا الدهنية اللي في الكرش ده خلايا ضد عمل الإنسولين بتبعت رسول للكبد بتقول له ما تشتغلش خالص 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 ما تخليش الإنسولين يشتغل عليك خالص والإنسولين طبعا بإيه؟ بيحرق الجلوكوس فالجلوكوس يتحوش ويطلع الرفارف أو اللي جناب اللي احنا بنشوفها عند بعض الرجالة أو الستات حتى طيب احنا احنا اخد فاصل لكن مش هنسيب أختنا اللي اتصلت من البحيرة عزيلا المشاهدين فاصل ونواصل لا تدير المؤشر عن قناة الصحة والجمال فما زال الكثير من المعلومات بانتظاركم فاصل ونواصل يا صاحبي يلي المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نزلة على خدك تمن القلم مغفرة في الدنيا والآخرة بالعفو مين قدك دي الشوكة لو شكتك تغفر زنوب سكتك بالعفو مين قدك يا صاحبي يلي المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نزلة على خدك أهلا بديكم معايا يا ساز محمود من شرقية ألو ألو يا ساز محمود يا دكتور وط التلفزيون واسمعني من التلفون يا محمود بيه تفضل ألو يا دكتور ألو يا دكتور طيب أنا عايزة أسألك بس قبل ما تقفل هو القولون ساعات بيجي انتفاخات وغازات أه وساعات يجي امساك أو اسهال أو يبدله مع بعض وساعات يجي مغص حوالين السرة وساعات يبقى الغالب أكتر غازات وانتفاخات ساعات إيه من دول إيه من دول بيجي لي امساك وغازات أه بيجي لي امساك أه وغازات وغازات طيب ألف سلام عليك وربع الضغط عليك حاضر ألف سلامة هجاوبك بتاخد برشام للضغط يا حج محمود طيب الحج محمود من فقوس أهلا بيه طبعا وإن شاء الله يتابعنا على طول على قناة صحة والجمال زي ما قلت له أنا دلوقتي القولون العصبي علاجه أربع حاجات يا جماعة يلا نقول مع بعض ونحفظ مع بعض ونعيد مع بعض معكم الدكتور حسين الشورى هنتكلم النهاردة عن الحل المثالي للقولون طيب إيه الحل المثالي أو إيه الأربع أركان أو أربع قوائم أو أربع زي ما بنقول أركان يقوم عليها حل مشكلة القولون العصبي أول حاجة يا جماعة الحل النفسية الحج محمود بيقولك أنا قولوني هايج علشان أنا متوتر يبقى الحل النفسية قد ما تقدر وهي أصعب جزء في المشكلة على فكرة الدواء هنجيبه من الصيدلية الأكل هنحاول نقلله قد ما نقدر من ناحية المثبك لأ أو الدهون لأ أو الحرق لأ قد ما نقدر مسلوق في مسلوق أسبوع ولا أسبوعين القولون هيرجع زي الفل فدي مقدور عليها يبقى الدواء مقدور عليه الرياضة مقدور عليها الغزء مقدور عليه التوتر يمكن اللي أصعب شوية يبقى تاني أنا غششتكم قولنا أربع حاجات طب إيه أخبار الرياضة الرياضة تقوية عضلات جدار البطن الأمامي اللي هو التمرين اللي بيسموه في الجيش ستة استعد اللي هو الضغط بتعمل حضرتك إيه الضغط يبقى حاجة من اتنين ينام على ظهري وضم ركبتين إلية طالع داخل لجوه والبرة كم مرة أو إن أنا على الأرض أعمل تمرينات الإيه تمرينات الضغط ده ما يتعلق بتقوية الجدار الأمامي لعضلات البطن لأنه لما جدار البطن يقوى القولون يجي يتمدد ما يلاقيش حاجة لكن لما تبقى متراهلة القولون يطلع ويدخل لجوه وبره فده دور الرياضة دور الحالة النفسية احنا عارفينه التوتر والزعل خناءات كل المشاكل دي تلاتة الحالة النفسية اتبعهم تلاتة اتكلمنا عن الغذة أربعة طبعاً هنتكلم على حاجة مهمة جداً 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 ألا وهي الأدوية الأدوية هي 25% الرياضة 25% ممنوع اللي بيسبكوا الدون والحراء كل مسلوق في مسلوق كل صدر الفرخة بس تشيل الجلد كل السمك المشوي بالذات ضهر السمكة المشوية كل أرانب كل ده طالما إنه مسلوق هيقلل جداً 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 عود أهلك على المسلوق يتحط عليه كمون يتحط عليه بوهرات يتحط عليه لكن لكن اللي عايز أقوله إنه إن شاء الله بإذن الله بكل هذه الأركان الأربعة أنا حبقى اتأكدت جداً إنه الأربعة دول هم أربع مفاتيح حيفكوا موضوع القولون العصبي تعالوا نرجع تاني لموضوع مهم جداً جداً و بيقول لي حاجة بتحصل كتير إنه الدكتور يشيل المرارة فتبقى الآلام زي ما هي خدوا بالكم النقطة دي حد المرارة تعباه والمرارة بالمناسبة آلامها بيبقى زي سن السكين يبقى تاني المرارة نحستها فيين المرارة نحستها في اليمين نحستها عند آخر الضلوح في اليمين شكل الألم بتاعها زي سن سكين يا دكتور سن دبابيس يا دكتور سن سكين أو سن مشرط يا دكتور بتشك تسمع فين تسمع في الكتر وساعد تسمع وراها في نفس المكان وساعد تسمع الناحية التانية أو تعمل خط بين الناحيتين دول المرارة طيب لما شلنا المرارة ودفعنا فلوس للجراح بتاع المرارة رجع القلم تاني أروح اتخانق مع الدكتور بتاع الجراحة وأقول له خدت فلوسي والقلم موجود بيينلك ما شلتش المرارة الظاهر يا دكتور ما شلتش المرارة لا هو شال المرارة بس حضرتك لما كنت بتحس بالألم أيام المرارة كان فيه جزء من الألم ده سببه القولون العصبي فلما المرارة تشالت والقولون بدأ يتعبك حسيت انه ده الألم بتاع المرارة لا ده مش بتاع المرارة ده كان القولون داخل باسمين في الجمعية يبقى الجمعية اللي هي الألم كان داخل القولون فيها ايه باسمين مش باسم واحد لما حضرتك شلت المرارة منها في الشارع كنت متخيل ان الالم حيروح مراحش كله في جزء فضل الجزء اللي فضل ده منين من القولون علشان كده انا بدي دوة للقولون احنا بناخد حاجة اسمها ترايتون او بناخد حاجة اسمها جاستريك بيتين او بناخد حاجة اسمها كلوفاتيل حاجات دي كلها بتهدي الامور شوية باخد كمان حاجة اسمها سباسمو دايجستين ممكن ااخد قرسين منه في وسط الاكل مرتين او تلاتة ده هيزبط القولون ممكن اضيف كمان الليبراكس بستعرف ان الليبراكس هيشتغل مش اقل من 10 ا 12 يوم مااخدش الليبراكس ارسي كده قبل النوم وتخيل انه هو هيزبط القولون من اول يوم خالص هياخد 10 ولا 12 يوم عشان يبدأ يشتغل ويخلي حالة ايه تهدى شوية والقولون يكن طبعا من الحاجات المهمة البابونج مهمة او في الغازات والانتفاخات الكمون المطحون مهمة او او نبعد عن البيض والفول معايا الاستاذة نادية السلام وعليكم معاك الدكتور حسيني الشورى اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بك يا دكتور اتفضل يا واحد انا حضرتك انا بنتي عندها الارتجاع في المريء وبتجيلها دوخة كده تبقى كويسة وبتجيلها دوخة كده تمام الف سلامة هي سنها كم سنة يا واحدة؟ عندها 18 سنة 18 ولا 13؟ لا 18 سنة 18 سنة الف سلامة ايوة عملنا لها البكتيريا الحلزونية ولا لا؟ لا ما عملناش والله لا حضرتك اول حاجة للي بيجي له ارتجاح المريء اول حاجة يعملها حاجة اسمها الاتش بايلوري انستول النبي عربي يا دكتور حسيني الشورى قول البكتيريا الحلزونية في البراز اعزكم الله مش في الدم في البراز لانها بتتعمل في الدم ساعات ملهاش اي قيمة اللي يهمني ايه في البراز اخد البنت واعمل عينة براز واقول اللي بتاع المعمل بدور على البكتيريا الحلزونية او الجرسومة الحلزونية عشان ما يعملش تحليل براز عادي في تحليل براز عادي اللي بندور فيه على الددان العادية بتاعت مين؟ الامعاء يبقى فيه ددان في الامعاء لها تحليل اسم تحليل براز عادي وفي دودة في المعدة هي دي اللي بدور عليها هي دي المتهمة في قرحة المعدة وهي المتهمة في الارتجاع هي الوحدها سبب الارتجاع لا ساعات الارتجاع يبقى ميكانيكي في ترباس ترباس مفصلة كده بتقفل لما الاكل ينزل المعدة ساعات الترباس ده ايه يهوي يفوت شوية فيبقى في ضعف في العضلة القابضة اللي وصلة بين المريء اللي طوله 25 سنتي وبين مين المعدة ممكن يبقى العضلة دي ضعيفة بس كمان في دودة وممكن تبقى العضلة ايه ضعيفة لكن ما فيش دودة طبعا لو العضلة مش ضعيفة والدودة دي ماتت الارتجاع يروح على طول لا عودة له طيب ايه اللي يساعد في ان الحالة تتحسن يا اخت نادي يا البنتك ربنا يحفظها 18 سنة ايه اللي يخلي الحالة تتحسن ارفع راسها على مخدتين افصل بين العشاء وبين النوم بتلات ساعات اخلي العشاء خفيف عبارة عن علبة زبادي وعبارة عن سمرة فكهة وخلاص كده تمام بعد كده لما ادي العلاج بتاع البكتيريا الحلزونية وتموت هذه الدودة يا اختي حيرجع الارتجاع الدنيا تتصلح وتتضبط ساعات ما تتضبطش مية في المية لانه دخل معنا مين في الموضوع العضلة وضعفها الواصلة بين المريء وبين مين مدخل المعدة او منطقة اتصال المريء بايه بالمعدة الف سلامة مع امو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاتة ام عبد الله من سهاجة اهلا يا اخت اتفضلي اهلا بحضرتك تفضل يا راكس لو سمحت يا دكتور أنا معيه أنت معدتها على طول تقول معدتي فيها حرجان وتقول لك على طول عايزة يرجع ودايخة على طول وتعبال أنا وديتها كذا دكتوري عن معدتي آه ألف سلامة يعني فيش يعني قاعدة معدتها زي ما هي ما فيش نتيجة يعني طيب قوليلي فيه ألم في معدتها ولا حمودة ولا ارتجاع آه ولا التلاتة حرجان وعايزة ترجع تقولك أي حاجة تقولها عايزة ترجع آه آه وفي انتها امساك على طول يرجع وامساك ألف سلامة آه ألف سلامة طيب قوليلي عملنا البكتيريا دي فيه اختبار اسمه الدودة الحلزونية عايزة نحفظ الاسم ده نروح لبتاع المعمل نقوله الدودة الحلزونية مهم الكلمة دي الدودة الحلزونية في البراز تلات كلمات تلات كلمات لازم بصر كلها تعرفهم الدودة الحلزونية في البراز طبعا الأفضل نقول الجرسومة الحلزونية بس دعا نخففها فنقول الدودة الحلزونية كلمة الحلزونية هتحل الموضوع الحلزونية في البراز عملتيها يا أختي خلاص نحفظها بقى الجرسومة الحلزونية الجرسومة الحلزونية الجرسومة الحلزونية حفظي معايا يا أمي الجرسومة الحلزونية أو الدودة الحلزونية في البراز لو طلعت موجودة اتصل بنا هنا وحقولك العلاج أو تنورني طبعا سواء في الأقصر أنا عندي مركز في الأقصر في شرع التلفزيون او في المانيال او في فيصل اي مكان حبيت تتصل بيا هنا هقولك العلاج برضو حبيت تاخد رقم من زمالنا في الكنترول هدلك العلاج من غير كشف ولا حاجة تحت امرك طيب هنقول بسرعة الناس اللي عندها البكتيريا الحلزونية تاخد اي خفف الموضوع اهم حاجتين ربع معلقة خل تفاح على كوب ماء كبير ونسرب الكوب كاملا ده مهم جدا صبح وليل ربع معلقة خل تفاح مهم جدا 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 البراعم بتاعة الكرومب مهم جدا 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 لو عرفنا نحصل عليها المستكا مهم جدا جدا التلاتة دول كافلين انهم يعني مش عايز اقول مش عايز اقول يخففوا ويقتلوا الدودة خالص لان احنا قلنا الاساس عندنا في البرنامج ده ايه وفي الطب الادوية والعلاج الاعشاب تساعد فقط اي حد وكان دايما صديقي واستاذي الدكتور محمد عوى التاج الدين يعني من احب الناس الى قلبي الاستاذ الدكتور محمد عوى التاج الدين معالي وزير الصحة وكنت قريب منه جدا في الفترة اللي كان فيها وزير للصحة كان دايما يقول لي مفيش عشب الوحد ويعالج كل اللي بيقوله عشب بس يعالج كل حاجة دول يعني مش اطباء في الغالب مش اطباء مش اطباء انما احنا بدل علاج واقول ايه اللي يساعد معاه تمام؟ فقلنا المستكة قلنا براعم الكرومب وقلنا ربع معلقة خل تفاح على فكرة هيخسس هيزود الحرق اللي عايزين يخسوا بس اوعى تاخد خل التفاح تشربه على طول هيبهدل المعدة عشان كده بقول ربع معلقة على كباية مية قد دي كباية مية قد دي او اكبر واشرب الكباية كلها ده حيساعد تعالوا نسمع لو استاذا نجات من اينا قالو أهلو السلام عليكم وعليكم السلام يا اخت نجات اتفضلي معاك الدكتور حسين الشورة اتفضلي انا سلام يا فندم انا معايا يا اخوي يا فندم كل شوية بيرجع اه وقت التلفزيون يا اخت نجات واسمعيني من التلفون بعد اذن حضرتك وقت التلفزيون خالص واسمعيني من التلفون وانا تحت امرك اخوي بيرجع على طول وبرجع حاجات لرئاس درقة تمام ودايما تعبانه بيقول انه معجده دايما واجعه وبيقول طيب ما رجعش دم يا اختي لا مش دم ترجيع ازرق طيب تمام الف سلامة الجراس بتاعه لونه مش اسود يا اختي مش اسود زي الاسفلت لا لونه لا ما شفكش الصراحة اه ما شاكاش لا لا ما شاكاش هو قال انه البراز لونه اسود او بلاقي زي الاسفلت لا ما شاكاش يا فندم بس هو الترجيع اللي هو دايما ازرق ازرق على طول طيب قوليلي بيرجع كل كم يوم ولا كذا مرة في اليوم بيرجع في الشهر مرتين ثلاثة كده مرتين ثلاثة في الشهر بس اه اه وبرجع ازرق جامد تمام سنه كم سنة عنده تسعة وثلاثين سنة يا فندم ربنا يخلقولك ويحفظه يا رب ان شاء الله ويخلكم البعض معناش غيره هو بيشاف تمام ماشي يا فندم بيشاف برشام اه ماشي يا فندم بعدش ممكن السؤال تاني اتفضل حيوني لك يا اختي تسلم لي دكتور اه معي بنت ضعيفة خالص 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 انت ما قولتش اسم البرشام اللي بياخده يا اختي بيرشام ايه بتقولي بياخده اه بياخد برشام مهدع تمام عشان عنده فخارات فضهره اه يعني الغدروف وكده اهلا وانت معديها كده لا الغدروف لا مش عالغدروف التمول مشاكله كتير جدا عالمهدى وعالجسم كله مجدسياتك ده ما انا هقولك طب اسألي السؤال التاني عشان ما طولش عليك في الاتصال معي بنتي حضرتك يا دكتور عايزة جدا وما تقولش خالص يعني ممكن تفصل ما تتعايشش وتتغداش ممكن تتغدى ما تفترش طيب حللت لها غدة هي يا دكتور عندها 8 سنين حتى لو 8 سنين يا ماما حللللها الغدة حاجة اسمها الغدة الدرقية اللي في الرقبة هنا حتى لو مش منتفخة حتى لو مش كبيرة حتى لو الغدة دي مش باينة الغدة يا ماما هي اللي لها علاقة احنا قلنا قبل كده انت لو بتشوفي برامج الدكتور حسين الشورى على طول كنت هتاخذ بالك من المعلومة دي او لو دخلت على اليوتيوب وكتبت الدكتور حسين الشورى وبعدين ناس هنا انا عندي مركز في لقصر بشوف اغلب الحالات بالمجان في لقصر لقصر شارع التلفزيون لان انا اهلي من لقصر فغالبا بشوف حالات كتيرة جدا بالمجان في مركز الدكتور حسين الشورى اللي في شارع التلفزيون في لقصر فيعني يعني ملكش حجة حضرتك بتعمل لها تحليل الغدة وقلنا الغدة بتعمل تلات حاجات عكس بعض تلات حاجات عكس بعض بتتخن وترفع وتجوع وتشبع وتسخن وتبرد الغدة تعمل التلاتة تسخن وتبرد معايا ولا قفلتي تسخن وتبرد يعني في ناس في الشتة تلاقي جسمهم سخن وفي ناس في الصيف تلاقي جسمهم سائع دي الغدة تجوع وتشبع واحد نفسه مسدودة على طول واحد نفسه مفتوح على طول يأكل الطبلية كلها والصفرة كلها والطرابيسة كلها واحد تخين 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 الغدة واحد رفيع سفروت نحيف الغدة علشان كده الغدة مهمة جدا 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 نحللها وانا قلت قبل كده اللي بيتابعه برامجي اي حد بيتابع برامج الدكتور حسين الشورى هيعرف انه الغد بيتحليل مهم جدا 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 اسمه T3, T4 طبعا Free T3, Free T4, TSH تلات تحليل دول مهمة نكتبهم حتى مع بعض T3 حرف T وبعدين S3 حرف T وبعدين 4 وقابلهم F يبقى F T3, F T4, TSH حرف T وحرف S وحرف H وحتى لو محدش افتكر غير T والS والH دول كفاية لو رحت لبتاع المعمل وقلت له T, S, H هيعمل لك الايه؟ التحليل على طول طيب الحقيقة كان بود النهارده اتكلم عن موضوعات كتير كان ودي اتكلم عن العاصفة السيتوكينية انا عامل كتابين زي ما قلت قبل كده عن كورونا مهمين جدا منهم كتاب بيتكلم عن التعايش مع كورونا ويخص الموجة التانية دي ويخص المنطقة دي الكتاب التاني اسمه اسرار فيروس كورونا كل اللي عايز اقوله بس ان انا هحاول ان شاء الله في الحلقات انكم ما تحتاجوش تشتروا الكتاب يعني انا مش بقول ده عشان تجروا تشتروا الكتاب اسرار كورونا للدكتور حسين الشورى لا اه ده انا هقول في الحلقات تقريبا كل اللي موجود في الكتاب فما تضطروش خالص تشتروا الكتاب ان شاء الله طبعا لو دخلتوا على اليوتيوب وكتبتوا اسرار فيروس كورونا دكتور حسين الشورى هتلاقي معلومات مهمة برضو دكتور حسين الشورى اسرار فيروس كورونا على اليوتيوب لو كتبتوا معلومات عن السكر دكتور حسين الشورى على اليوتيوب هتلاقي برضو كل المعلومات المهمة لكن اللي عايزة اقوله ان ان شاء الله في برامجنا وحلقاتنا القادمة هتبقوا معايا اسادزة في الكورونا اسادزة في الكورونا يعني كل حد حيبقى عنده كم معلومات رائع يعني من المعلومات المهمة ان السمك المشوي رائع جدا للفيروس لكورونا رائع جدا من المعلومات اللي لازم تعرفها ان الواحد قبل ما يتصاب بكورونا بيومين بيبقى معدي لللي حواليه فيبقى الراجل اصلا انت ما تعرفش اصلا انه عنده كورونا بس بعد يومين هتظهر عليه اعراض كورونا اليومين الاولانيين بيعد فيهم وتسع تيام بعدها فانت لو عرفت المعلومة دي تعرف انه الكمامة مهمة جدا 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 وتعرف ان احنا بنحاول بقدر الامكان انا بحاول اطلع لكم الكمامة الحقيقة عشان اقول بس انه التباعد الاجتماعي والاستخدام الكمامة طول الوقت مهم جدا 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 انا على طول بالكمامة فاللي عايز اقوله ان انت بعده الاجتماعي ان النظام الغذائي اللي حضرك هتمشي عليه واللي هقوله بسرعة كده زن جبيل طبعا الكوركم مهم جدا طبعا حبة البركة مهمة جدا طبعا فصل التوم المهروس مهم جدا انك تقلل السكريات ده مهم جدا 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 عايزي المشاهدين خلص وقت الحلقة لكن ما خلصش تمنياتي لكم بالشفاء وبالصحة وبالعافية وبالستر وبالسلامة من كورونا وغير كورونا في النهاية امنوا معي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بزنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الزنوب الا انت يختمون حلقاتهم بكلمات واختمها بابتسامة